اشتركوا في القناة نحتاجها من نوع الوقت من الباتش اللي فات هم بيسولوا نرفات الظاهر انه مرة او بي رأيتها بالذات يعني او بي يدحين بالذات في في ال سي اس فجالسين داون تونيهم من اول نزلوا الباتش اللي فات نزلوا قبلها بكم باتش نزلوا الباتش هذا برضو وحاولوا يغيروا طريقة لعب وحبتين على اساس يعني ما ادري ما ادري ايش اظنوا التعديل هذا اللي سيقعوه هذا عامة حي يجعلهم مرة صعب انه هو الافلينينكسا الهيد من 5 ال 8 الهيد زاده 75 هذا معناه حيرجع هيل مرة كثير اول كان يرجع هيل يعني يروح يسوي التريد حقاته وبعدين يدرب المينيونز يرجع هيل مرة كثير كان الهيد الحقه من المينيونز كبير شالوا الهيد مع مينيونز كمبليتلي شالواه كليا ما عسار فيه الطريقة الوحيدة اللي ممكن نرجع بها هيل هو الهيد يوقف بعيد ورجع هلت. والهلت ثريجين هذا ماهو سريع لدرجة ان والله يرجع يخلي السستينبول يخلي السستينبولة والله السستين حقه عالي زي اول. فالشينج هذا احتمال كبير احتمال كبير حيخرجه مرة كثير من الميتر. ما اظن حنشوفه مد. يمكن نشوفه في ماتشابس لما يكون قدامه ايدي بدل ما يكون قدامه واحد رينج. سوري مو ايدي يعني انه مليه مش رينج. والله اعلم. بس اكيد 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 اتروكس حيصير اضعف باللينجليز. اكالي اخيرا يعني انا من كارهين اكالي صراحة يمكن عشان اني يدي سيمين يعني. من وجهة نظري اكالي كانت مرة اوفرتونت. يعني حتى كاونتر بلاي في حاجة كثيرة ما لها كاونتر بلاي فيها. بالزاتة الشراود اللي تفكت دابليو حقتها تنزل تحت التور تضربك تحت التور التور ما يضربها تضربك مرتين تحت التور التور ما يضربها هيش الهابل هذا هي دامج حقها عالي. اسستين حقها عالي. والباور سبايك حقتها توصل من يوم ما تشتري عايتم واحدة عايتم واحدة بس. وبعدين تفرط عليك تكترك ما تقدر سوي في اول اشي. فمسلسل النرفات يستمر. وان شاء الله ان شاء الله كمان يعني ما باقول يسولها نرف اكتر من كده بس يخففوا دامج رايشيوز حقتها والله البيستاتس الهيلث ريجن زودو بس قاموا يشعلوا الهيلث ريجن اللايف ستيل من الكيو. اول كانت تسوي كيو ترجى هيلث. كيو ترجى هيلث. شعلوها كومبليتلي. فهذا نرف طيب على السستين. بالذات في الميدلين. يعني انا اظن التعديل هادي تخلي اكالي ما تتلاعب في ال سي اس. لانه او في هاي ايلو زي الناس الرادم. اه في الميد عشان الناس يتروضوا معها مرة كثير. بالذات يستغلوها بالذات قبل ما توصل لابل ستة. اه. ولما نكون الدبليو حقتها ما هي موجودة. فا اه. تنضرب 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 ترجع استخدم كيو 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 عشان ترجي هيلث. اذا ما في الكيوز ما ترجي هيلث. وتستنى الى ان يجي الجنجل ولا تستنى الى ما كون الدبليو حقتها موجودة عشان تجير تفرم. فا الماتشابس حقتها صارت صعب كتير. ما فيها كلام. اه. الناس اللي 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 فيوا لعبوها كويس. حيستمروا يلعبوها كويس. بس ما عشانت اوبريسيف زي اول. والدبليو الشراود حقتها صارت ما تشتغل تحت كده انا مبسوط. يعني اقل له تعديلها هذي انا مبسوط عليها. تعديلها هذي عليها كلام. بس تعديلها هذي صراحة جيدة. اه. كاميل يقول لك اي لون اغنر ستنز من ينزول ماسترز. كاميل هما بيقولوا هما ما معرفين اشي يسووا فيها. لانه كل ما يسووا لها بف في الجنجل يصير لها تخرب في التوبلين. فقال لك خلاص احنا ما نبغى كاميل تتركز على الجنجل. نبغاها تتركز على توب. كاميل بالنسبة لنا. رايوت بيقولولك. كاميل بالنسبة لنا. طب. تشامبيون حاليا. فالايهوك ما عاد تسوي ستن على مينيونز ولا مانسترز. طبعا هذا التعديل. التعديل الاولي لتعديلات جاية في الطريق اكيد. لانه هذا ما هيكون التعديل الوحيد بعدها. فاكيد الباتش الجاية او اللي بعده هنشوف تعديلات عشان يكملوا الوضع هذا. وحيفوكسوا عن انها تجري تلعب طب زي الناس. كاسيوبيا نيرفات برضو اخير. لانه كاسيوبيا ده حين تلعب بوت. تلعب مد. تلعب تلعب طب. تشي كاونتر بوت اي دي سي. تشي كاونتر ستوب. فلاد. مد. فلاد. السستينبريتي حقتها عاليا. الدامج حقها مطبيعي. عشان ما عد فيه كانتول. عشان كل الشامبيونز اللي كانوا يضاربوا معها ويكتلوها صار لهم نيرف. الى حد ما. فالباست دامج قللوه على الكيو من 75 بزات في الليت جيم. يعني في بداية الجيم ما تغير مرة كثير. يعني لابل او لابل تري. الرايشيو زودوها. هذا ما زال معنا. الارلي جيم. الارلي دامج حقها قل. والليت جيم دامج حقها قل. الو ميازمة نقصوا الدامج حقها. وزودوا المانا كوست. وهذه برضو نيرف بسيط. ما ازون حيطر لها من. هي مهي في الميتة. اي 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 في الميتة نص ونص. يعني في ماتشابس محددها بالزات. ما زالت حيطيبق بنفس الطريقة بس اقلها مانا جابل شوي. قلو للدامج من الميازمة. الميازمة المفروض ما تسوي دامج يعني. الميازمة مفروض تسوي. بس ما زالت دامج. يعني ما فرق مرة كثير. اي ريليا. الريورك صغير تاني. اي ريليا الباتش اللي فات شعلوا منها الديسارم. اي ريليا الباتش هذا غيروا الباسف حقتها كمبليت لي خلوها تاك سبيد باسف. زي الباسف حقت جاكس تقريبا. اي ريليا عامة كل يعني من يوم ما نزلت اليهن ما اليوم. الفكرة العامة انه والله هي اوورتونت ولا مرة او بي خربانة. تضيع العابلتيس حقتها كلها وبرضو تقتلك وانت واقف وهي تسوي لك او تاك عشان كمية الباسف دامج اللي بيجيك ان كان هو ترو دامج ولا بروكس. نرف الباتش هذا زودوا الهالت كروس حقها شوية عشان تغيروا الباسف. الباسف صارت تسوي دامج على مدى طويل اكتر من انه تسوي بيرست. اول كانت فكرة التاري اللي تروح تسوي الكمبو حقها كله بيرست كامل تطيحك من بلتو زيرو. دحين نفس الطريقة بس عشان تسوي نفس الدامج اللي كنت تسوي اول لازم لازم وقت زيادة. you have to build the passive stacks حقتك and you have to build يعني الاليونيان ستاكس زي الناس ولو عادم. وكانت اربع ستاكس دحين صارت خمسة ستاكس. وتغير الباسف ستاكس كان يعطيك اربع لسبع بونوس اتاك دامج. انهت دامج دحين لا. يعطيك تمانية عشرة اتناشة في المية اتاك سبيد. اتاك سبيد. ما شونهي الدامج. وهذا اللي خلاني يعني شوية انبسط انا كا سكوشي تشامبيين يعني. بس احتمال كبير هذا حيخير ترجع ايريليا من من الكمبيتة في لي. ايريليا هتخرج من الاسي اس. هتلاعب في سؤاله. الماك ستاكس هتديك من اربعين خمسين ستين اتاك سبيد برضو. الماك ستاك بونوس لما توصل خمس ستاكات حتعطيك اتاك دامج. يعني لازم تبني ستاكاتك عشان تقدر تسوي الدامج زي الناس الوادم. اه اي ولكم ديس چينج. اكيد في ناس كثير يكروه. اه بس اي لافت. اه الكيو عشان نقصوا الدامج حق الايونين فيرفر قاموا زودوا لك الكيو دامج. اه اه زودوا الديفنس حقه. اصدقوني هذا نيرف شاسع. مرة كبير. هذا التغيير هذي نيرف مو طبيعي. ولازم يبفول على حاجات تانية عشان يحاولوا يوازنوا. الديفنس حقها زودوا خمسين في المئة. على الفيزيكال دامج ما تقدر تشير ماجيك دامج. ايش معنى بيقولوا ما نبغى نشوفها ايريليا ميدلين. نبغى نشوفها توبلين. ميدلين نهي قندهي. توبلين لو سمحتي يا بنت شباب. يا بنت يعرفين. هذي بس عيدة في الجلس فما في شيء ضروري. هذي الماركسمن ايتمس. عدلوا تعديلات بسيطة او مو بسيطة. رجعوا الماركسمن ايتمس زي ما كانت قبل الميت سيزن في السنة اللي فاتت. رجعوا الكلوكو فاجيليتي كان كفاكرين ايتم هذي كانت موجودة بعد ان شاء الله. بعد ان رجعوها نفس الطريقة القديمة هي تبني ميد عشان هتكون هتنبني مرة ثانية في الانفينيتي ايتج. هذا الشيء الوحيد اللي خلوهم ارجعوها. غيروا الانفينيتي ايتج. البيلت بات حقه ورجعوا بيف سورد بيكاكس والكلوكو فاجيليتي هذي الايتم. رجعوا الكريتكال سترايك حقها. صارت خمسة وعشرين في المية. شعلوا الترو دامج التعديل اللي سووها قبل فترة. اه. نو لونجر دبلز كريتكال سترايت شانكس. وهذه التعديل اللي اول كنا عشانها يعني هذه هذه كان 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 زمان تبني بي اف بعدين تبني زيل على طول بعدين بعدين تكمل الانفينيتي ايتج. عشان الباسيف هذي. لانة من يوم مات يعني من يوم ما تستري زيل ترجع تكمل البي اف حد صارoléكك انتك Tall$50. فهذه شعلوها. عشان كده معاد يحتاج تبني زيل. يعني افينيتي ايتج بي اف. بعدين زيل بعدين و بعدين اف. ممكن تكمل افينيتي اج من البداية على طول. طبعا ما زال بنواجة نظر الدي بي اس هيكون اعلى عشان التاكشبيد الزيادة اللي هتاخده من ازير ايتم ان كان 15% او 25% بس اذا تبقى تسوي سنوبول وعندك وبتلعب يعني still you're playing bot ولا راح نعطي مد ممكن في نتيج رش من البداية مش بطال بالزات على شامبيون زي كيت الانكريز كريت دامج هذي الجديدة بدل هذي قاموا ازودوا الكريت دامج سترايك بي 25% بدل 200% حيكون 25% دامج اللي يصير من الكريت وهذا مش بطال مولتن اج اسنس ريفر رجعوها زي ما كانت زمان الغول 3200 رجعوا البلد بات حقها رجعوا نقصوا الدامج حقها 60 كول داون ديكشن زي ما هو كريتكال سترايك سترايك 25% طبعا خلي نكمل الايتمز كلها عشان حنشوف يعني التعديلات اللي صارت في الايتمز هذي هتغير البلد باتس الاول ايتم تنشارها هتغير كل حاجة صراحة فناخذ فكرة عن الايتمز اول بعدين نشوف ايش ممكن نصار في البلد باتس بعد ما شاء الله اسنس ريفر فاكريني التعديل حق الاسنس ريفر اول كان بعد ما تسوي الالتي بعدها هيجيك كمية التاكس بيت وكمية مطبيعية وثلاثة اربعة اللي استفادوا منها مش الادسي هذي كانت معاملة الادسي اصلاً لما انضافوا التعديل لهذه صاروا كل البروزر الميلية ياخدوها زي رينكتون زي ريفن زي 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 فقاموا ايش سووا وقاموا وفصروا الايتمين وهذا تعيير ولكم اسنس ريفر رجعوها زي ما كانت ونزلوا ايتم جديد اسم السور الشوجين تسوي نفس اللي كان يسوي اسنس ريفر قبل الباتس هذا فاذا انت رينكتون ريفن ما زال عندك الايتم نفسها ما تغير فيها ولا شي نفس الجولد نفس الدامج نفس الهيلث نفس الكولداون نفس الاويكن دراجن السورم ريزر سوى لها update completely غيروها غيروا الايتم عشان رجعوا الكريت ايتم جيد من الفكرة نزلوا السورم ريزر لما شاهدوا الكريت ايتم لحين رجعوا غيروا السورم ريزر عشان ترجع عشان بيحاولوا يشوفوا لها محل مع التغيير هذا ترى مرة صعب انه يكون ستورم ريزر لها اي محل في القيم ما زالوا اظن سيسوي لها ريورك تاني لما نشوفوها ما تشتغل في كل الحالات بي اف لونج سورد الشارد و 850 55 دامج 25% attack speed والتعديلة العظيمة هذي تعديلتين جديدة غريبة لما يصير لها energized يش يعني energized زي ال rapid fire cannon زي ال static shift لما تكمل مية stack الضربة لبعدها هتسوي basic attack 65 و تسوي slow 40% 40 فإذا بتلعب إذا انت ADC you want to run after people which is weird you don't usually want to run after people الا في clean up ولا في picks هذي الاتم حتعطيك slow your other energized effects are 30% more effective and also slow their targets by 40% ايش يعني يعني لو في عندك item تانية تسوي energize يعني يصير لها energize زي again rapid fire cannon فهذا يتنفع مع كل ال items حقة ال energize تخيل ابنيها وابني rapid fire cannon rapid fire cannon نقلل ال energize باي 25% لما تصير لما يصير energize لل rapid fire cannon اضرب الضربة البعيدة تسوي slow برضو وهذي يصير له energize تسوي slow فيصير عندي double slow وانا اجري ورا واحد ال item هذي ما عاد حتنبني اول item ما فيها كلام بس ممكن تنبني ثالث او رابع item حنرجع لها مرة تانية الفانتوم دانسر عملوا عليه تعديلة فانتوم دانسر من اليومو تاخد فانتوم دانسر متى كان اولا لما 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 تبغى تسوي يدول لواحد او يدول او او ما بقول تبسوي split push BIDC بس دايما في 1v1 situations كثيرة يعني كانت تنفع على بين مرة كويسة كانت تنفع على صفر في حالات مرة كويسة عشان ال attack speed عشان ال range حق ال attack حق ال auto attacks حقها شوي واطي بتخش في وسط الزحمة مين في اي دي سي تانية تنفع عليهم ما في situation كانت اول ايش تسوي كانت لما تضرب واحد تنقص الدامج حقه عليك او على الكل ب 12% شالوها هادي complete ليغيروها ال build path ماضح ان كان dagger blower ما تغير فيها شيء إلا عشان ال attack speed نقصوها كل ال attack speed items نقصوا ال attack speed اللي كانت تسوي وهذا شيء انا مستغرب منه صراحة انحنا نجعل بارض الشيء ال crit chance خلوه 25% بدل 30% اظن كل ال crit نقصوها من ال game كله عشان ما يبغوني ما يبغوا ال adc في نهاية ال game يروحوا يسوي واحدة auto attack على واحد سكوشي ينفجر اوكي عشان توصل 100% crit مرة صعب وال attack speed قل له هادي برضو يعني انا ماني شايف الى الان اي build path اقدر اوصل فيه لل attack speed cap منذ ما يكون عندي utility support يساعدني اوصل للcap هذا في كل الحالات حاليا صار if you would take damage اذا اخد damage نقصت ال health حقك اكثر من 30% healthك 1000 سرت 300 نقصت على 300 حيجيك shield هذا من 260-600 scaling على حسب اللعب وجل الثانيتين ايش ال item حقه ال brosers اللي تديوك shield حوالك كده قبل ما تموت عشان يرجع لك نفس الطريقة اوكي فترجع لك فتعطيك shield فصارت more defensive item يعني ال damage حقها قل من ال items الثانية قل من ال rapid fire cannon قل من يساعدك shift واكيدة كانت رونان بس في نفس الوقت تعطيك shield يساعدك انه انت يوليب هادي نقصوا ال gold حقها من 800-600 الزيل نقصوا ال gold حقه المية ال rapid fire cannon نقصوا critical chance زي ما قلنا نقصوا crit على كل ال items رونان نقصوا crit بنفس الطريقة نقصوا gold حقها عشان ال build path عشان معنا ما فيها عشان ما فيها chart نقصوا الميتين خلوها زي الشارد يعني الساعة تكشف عشان ما عاد صار في احد بيبنيها قالك نبغى نيديها دفة خلوا ال attack speed فيها 40% بدل 35 ونقصوا crit يعني فهاني حتصير رش على بعض ال champions ال last whisper change اللي سووه في الاي اي سابقا خلاه مهو سينارياتيك مع ال مع ال last whisper اول اي اي كان يساوي true damage خلاص ال last whisper ما عاد تحتاجه وده حين لا ما عاد فيه true damage اللي صار في الاي اي فحنرجع احتمال كبير ترجع تبني last whisper مرتان لما نكون فيه tanks و since الميتا ده حين tanks هترجع تبنيها بطريقة او باخره ال attack damage خلوه 20 ال armament penetration خلوه 20 عشان شاعلوا الشي اسمه عشان شاعلوا ال true damage اللي موجود في الشي اسمه في ال infinity edge اه attack damage 45 attack damage 45 نفس الشي build suggestions بيقولوا لكم ترى ال build دات الجديدة هاي ممكن تفكر هاي يجيب infinity edge berserkers graves شوف حتى ما تبني الزيل او تبني الزيل وبعدنا نسيو الزيل upgrade وبعدنا تشتري الزيل upgrade مرة ثانية اتنين زيل بعدنا لاس واسبر هذا في ناس زي كيت اه سفر اه يمكن سفر في السنس ريفر خليها على جنب اه تريستانا تويتش جينكس ومين كمان مين كمان مين كمان مين كمان مين كمان مين كمان مشابه سوي يعتمد على كريتو attack speed نسيتو في كل الحالات اي كريت اي دي سي اه كوغماو دخلين كوغماو ما اظنه هنا اظنه اكتر في البلايت في كل حالات اي تشامبيان يعتمد على مانا في البداية زي سفر ما اظن في اي احد اكتر اي احد غير سفر اللي هيعتمد على اسنس ريفر بلد في البداية يمكن اش سوري عشان الالتي اش البلايد اوف درون كينج بلد حنرجع بنفس الطريقة اللي هما فيروس فين ترى تقدر هنا وتقدر هنا على حسب الماتشب يعني ممكن تبدأ بمفينيتي اج وممكن تبدأ ببلايد اوف درون كينج اه عندك كمان كوغماو وكايسا يمكن لا كايسا most probably الانهت هذا مش الكريت اللي هو بلايد اوف درون كينج برزيركر غانوسو ورابد فاير كانت ففي كل الحالات شوف هما اصلا البلدات اللي سولوها ما هم حطين ستورم ريزر يعني انه ستورم ريزر فعلا محلها مرة صعب no longer اذا ما اشتراش ما اعتبني ستورم ريزر اول ايتم اصلا ما ينفع يعني ما فيها كريت نهائيا اوكي ففين حتنحط الله يعلم ثالث ايتم رابع ايتم خامس ايتم لمين ما ادري هادي لازم نشوف السيمبل بوفس نيرف بسيط ليساندرا سووا لها النيرف مالو اي معنى نيرف مرة بسيط ما زالت خربانها عشان كل الناس اللي سولها انسر ما هم موجودين في القيم والبلد المتخلف حقها اللي هو شاسمه التانكي بلد ما زال المتخلف نقصوا الدامج حقها اربعة ولا خمسة ونقصوا الاي دامج نشرين هتبقى مرة كويسة ليساندرا تتلاعب تكمل بيها سايون سوله نيرف على الكيو دامج حقه سوله نيرف على الدبلو دامج ما زال اللي تلاعب كويس طب هي فتس تميتها زايرة البلاند دامج حقها هنقصوا واحد انا ما نيعرف ليش يعني اصرا ما بنشوفها في القيم الا مرة قليل بس اي ولكم تشينجز يعني هي مرة سكويشيت مفروض تموت مرة بسرعة يعني المفروض انه دامج حقها عالي حبتي يعني ما يعثر عليها مرة كثيرة يعني كله اربعة دامج دفرنس منيونز منيونز كان عندهم مشكلة في الباونتيز كان لو انت متأخر عن الافريج يعني انت كنت متأخر بعدين يلا استفرم تفرم تفرم تجي عليك باونتي ما عاد سار تقرر الكلام هذا لو كان الافريج حقك ما زال اقل من الافريج حقك اللي قدامك وانت فرمت سبعمائة جولد ما يتيجع عليك باونتي وهذا تصريحة كويس انهم صلى الله حوالا اللاودنج سكين ابديتس ما هم باك فيكس ما في شي ضروري حننزل سكينز الفلانية الهارتبيز الميوني وانهارتبيج الميوني وملاق ملاق 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 وشوية كرة وبكده ام يعني التعديلات اتروكس نيرف اكالي نيرف كاميل تار التوب لين فوكس كاسيو بيا نيرف ايريليا نيرف عظيم الكرت اي دي سيز ار باك يا عيال ما تبني اسنس ريفر على البروزر زين اموت تبني اسنس ميرلس الفلانجين ستون بريزر ما لها محل حاليا فانتم دانسر صارت بري ديفنسيف عشان تكمل مية في مية التاك سبيد يبغى لك تجيب ثلاثة ايتمز زيل لساندر نيرف بسيط سايون نيرف بسيط زايرة برا الجيم اصلا وبكده نكون خلصنا باتش نوت 9.3 لاعطيكم الصحة والعافية نشوفكم ان شاء الله في الباتش نوت القادم على خير والى اللقاء اشتركوا في القناة